السلام عليكم يارب تكونوا بألف خير النهار ده هعمل معاكل مقلوبة بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة اعملي كده وغيري ونوعي في أكلك لولادك حاجة بجد طحفة جدا كان طعمها هايل هنعملها كمان مقلوبة بالخضار والفراخ سهلة واقتصادية وبسيطة جدا جدا بالرز المصري والطعم هايل يا جماعة المهم الطعم وأهم حاجة لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو ويلا بينا على بركة الله نشوف الطريقة والمقادير أهم حاجة نصلي على الرسول ونسمي الله كده معايا هنا واحدة بتنجان أنا قطعتها ترنشاط بالشكل ده وكمان هبدأ أرش عليها رشة من الملح واسبها شوية علشان تنزل أي سويل فيها كده وتبقى حلوة معنا تمام كده معايا هنا كمان واحدتين من البطاطس قطعتهم بالسمك ده حاولي دايما الخضار بتاعك يكون بنفس السمك يعني البتنجان البطاطس الطماطم تكون سميكة كده وكمان معايا هنا واحدتين بصل متوسطين قطعتهم بالشكل ده وحبيتين من الطماطم كله كده متقطع بالشكل ده بس أنا بس سديت للبتنجان شوية من الملح وركنت كل حاجة كده على جنب مخصولة ونظيفة وزي الفل معايا هنا بقى صدور الفراخ أنا مقطعها بالسمك ده سميكة شويتين عن البني لإن أنا حابة أن يكون تكون واضحة كده تمام حابة تستخدمي فرحة كاملة زي ما أحب ولكن هنا أنا عندي صدور ومقطعها سميكة شوية عن البني نديتها رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود وكمان رشة من السبع بهرات تمام كده هنزل معاكو بالتواب الوحدة والحدة وكمان شوية من البابريكا أنا هنا حطيت شوية صغيرين خالص من الحبهان البودرة يا جماعة لازم أن ندي للفراخ بتاعتنا فلفل أصمر وحبهان ففي الوصفة دي بنستخدم الحبهان البودر أبدأ بقى كده أقلب كل التوابل كده وهي الفراخ علشان تكون متتبلة ومتشربة من الملح وزي الفل نسيبها كده على جنب ونبدأ بقى هياخد كل نوع من أنواع الخضار دي هقليها في الزيت تمام كده بس أهم حاجة نتبل الفراخ كده بدري ونسيبها شوية الفراخ هي آخر حاجة أنا هحمرها أو هشوحها على النار أنا مش هسوي الحاجة تسوية كاملة أنا بس هديها لون بسيط كده علشان يكون شكلها حلوية المقلوبة معايا كده تصع على النار نزلت فيها في كمية من الزيت أول حاجة هبدأ إليها هو البطاطس استنى لما الزيت يسخن وابدأ إلي البطاطس ليه بدأت بالبطاطس؟ علشان البطاطس بش هتغير لون الزيت تمام؟ بعد كده هقلي البتنجان واحدة واحدة هنشوف مع بعض إحنا بنعمل إيه كده؟ هبدأ أنزل كده بعد ما الزيت سخن بالبطاطس أنا مش هسويها لحظه إن البطاطس سميكة أصلا فمش هتستوي معايا في القلية كده على طول أنا بس هديها لون علشان لما تيجي تستوي ويا الرز والمقلوبة ما تكونش مهرية وأنا عايزة اللون ده هيخليها تمسك نفسها يعني هي هتكون دايبة ومستوية وكل حاجة ولكن مسكة نفسها مش هتبقى زي البطاطس المهروسة لا أهدى اختلف فهتطلعي قطعة البطاطس القطعة بقطعتها ولكن مستوية ودايبة دوابان وكمان تاخد لون حالو تمام كده؟ عمار بقى كمية البطاطس على نار عالية ما تهديش النار خالص على نار عالية شايفين هنا اللون؟ بدأت بس تاخد تشميع كده من الأطراف بتاعتها هو ده اللون المطلوب أنا مش هخلي البطاطس تاخد لون غامق قوي أنا عايزة يبقى شكلها حالو كمان لسه هتتشرب من التدبيل لأن احنا هنضفها للرز وتاخد لون تحفة جدا من الكركم اللي احنا هنضيفه دون مقلوبة فشايفين هنا اللون؟ هو ده اللون المطلوب تمام كده؟ كل ده على نار عالية يا جماعة مش هنهدي النار خالص مش عايزين نسوي الحاجة قوي أنا بس عايزاها تكون مسكة نفسها وحد لون حالو تمام؟ شلد كل كبهية البطاطس بعد محمرتها على طول بعد البطاطس هبدأ أنزل بالبتنجان أنا هنا مقطع البتنجان حلقات لو أنت حابة تقطعي بالشكل الطولي زي ما تحبي تمام كده؟ نزلنا كده بالبتنجان في الزيت الصخ زي ما اتفقنا احنا بنده للحاجة لون مش تسوية كاملة تاخد لون كده ونبدأ نشيل البتنجان بتاعنا وطبعا لما بعمل كمية دي ولو فايد معي بتنجان تاني وكده بقليه آآ بعد البتنجان ده على طول ده اللون حلو جدا كده بالنسبة لي لو فتحة شوية خصوصا البتنجان لو لونه فاتح شوية هستنى لما اللون بتاعه ييجي وييجي زي اللون المطلوب اللي انا عايزاه يكون مدي على اللون الدهبي كده تمام خلصنا بقى البتنجان في نفس الطاصة كل ده يعني مش هنستهلك حاجات كتير هبتأنزل بقى بالفراخ هديها صدمة وكمان هخليها تاخد لون شايفين بقى التدبيلة بتاعت الفراخ عاملة ازاي؟ متشربة كده كلها من التوابل طحفة حبهان بودر وببركة وفلفل اسمر وسبع بهارات والملح بتاعها هاي اللي جدا لو انت حابة تضيف للفراخ الكركم ويه كاري من دلوقتي في التدبيلة الاولانية براحتك ولكن انا هضيفهم ويا الرز فبعد كده الفراخ هتتشرب نفس اللون ونفس الطعم مع الرز والتسوية واحدة حلوة قوي كده لون الفراخ كده تمام؟ شايفين؟ هاي اللي جدا جدا خلص قلية كل الكمية الفراخ صدور الفراخ اللي معايا شلت طبعا جزء وحطيت الكمية التانية على فكرة ممكن تستخدمي بنيه عادي جدا مش شرط صدوره تكون يمقطعوها بالشكل ده ممكن تستخدمي صدور فراخ كاملة ممكن تستخدمي صدور الوراق ممكن تستخدمي فراخ انت قطعوها على نصين براحتك خالص بعد ما شوحنا الفراخ هبدأ انزل بقى بالبصل اديله تدبيه هدبله بس انا عايزا يدبل عشان ما يكونش بيقرشه كده انا عايز البصل يكون دبلان معايا دلوقتي بقى نزلته بعد الفراخ عايز اقول لكم ان ريحة تدبيه للبصل بعد الفراخ هيلة هيلة بجد هيلة هنزل بس على البصل كده بشوية من الفلفل الاصمر وشوية من الملح علشان انا عايزا ياخد طعم حاله وكمان الملح ينزل كل السوايل اللي فيه ويتبل معايا بسرعة تقلبتين كده على نار عالية قلب فيه دايما هيتبل معايا ويبقى زي الفل هسيبه بقى وابدأ اروح على الرز بتاعي معي هنا كوبيتين من الرز المصري المخسول كويس جدا مرتين تلاتة تحت المياه وصفيه كويس قوي نزلت عليه هنا بمعلقة كبيرة من الدبس الرمان وبعد كده هبدأ انزل بالملح تمام طبعا الملح حسب الرغبة زي ما بتحبي ومعايا هنا نص معلقة صغيرة من الفلفل الاصمر نراعي ان احنا متابلين كل حاجة قبل كده وحطيت هنا معلقة ونص صغيرين من الكركم تمام وكمان شوية صغيرين من الكاري بدي طعم حلو جدا وهي لون الكركم وحطيت هنا شوية من الكبيبة الصيني حط معلقتين كمان من الزيت هايل جدا زي الفل كده ابدأ قلب كل المكونات بتاعتي دي علشان ابهر الرصد وملحه ويتشرب كده من الدبس الرمان بتاعنا عايز اقولك لو عندك صوية صوص وحبة دنين تتحطي منه ماشي شوية كده صغيرين من صوص الباربيكيو بيبقى هايل بس اهم حاجة نحط حاجة من انواع الصوصات دي بتبقى حلوة جدا انا هنا مستخدمة زي ما اتفقنا دي بصرهم مع تمام هقلب بقى كل المكونات كده مع بعضها الزيت بقى والملح والتوابل والرز بتاعي ياخد لون واحد كله من الكركم والكاري والتوابل اللي احنا ضفناها هايل جدا بالشكل ده وكمان يتشرب من الملح وكل حاجة تتوزع مع بعضها شايفين بقى الرز متغلف بالتوابل والزيت نبدأ بقى نجيب الحاجة اللي احنا هنسوي فيها المقلوبة اي نوع حلال متوفر عندك الامونيوم طاجن ايه تفال اي حاجة سيروميك اي نوع انت تحب ان انت تطبخي فيه الاكل بتاعك ده تمام كده بعد كده بديلها دهنة من الزيت عايز اقولك كمان ممكن تسوي المقلوبة في طواجن من او صواني من صواني الفرن تمام زي ما تحب انا هنا هستخدم الحلة دي بعد ما دهنتها كده بالزيت نزلت شوية من البصل اللي احنا دبلناه وبعد كده هبدأ احط ترنشاط من الطماطم زي ما اتفقنا حاولي كل تقطيات الخضار بتاعتك تكون بسمك واحد نزلت كده الترنشاط الطماطم هبدأ بقى ارس كده بتنجان اللي احنا حمرنا ده على الجوانب بالشكل ده تمام عايز اقولكو ان كل المكونات دي بتتطبخ مع بعضها بتاخد من طعم بعض يا جماعة وبتبقى دايبة دايبة دوابان كده زي الزبدة بعد ما رصيت البتنجان في جوانب الحلة كده هبدأ بعد كده ارس فوق الطماطم الحلقات البطاطس شوفوا انتو بقى الطعم المكس بين الخضار ده كله والفراخ والرز والتوابل هاي اللي عايز اقولكو بجد ولادي مبهروا بيها حبوا الاكلة قوي قالوا لي هتعملها من تاني ان شاء الله بعد كده ما رصيت البطاطس حبا ان انا حط كمان شوية من البصل اللي احنا مدبلينه ومكرمدينه مع بعض ده كل حاجة كده تاخد من ريق بعضها والطعم بعد البصل هحط الفراخ دايما نخلي فوق الفراخ وتحت الفراخ طبقة من البصل بجد هتفرق كتير في الطعم والريحة والتسوية هتبقى هيلة تمام كده ترسي بقى كل كمية الفراخ بتاعتك بالشكل ده حبا كمان ان انا حط فوق الفراخ كده شوية من الطماطم وكمان شوية من البصل كل حاجة متتبلة واحدة لون ايه مسكة نفسها كده تستوي بقى مع بعضها شو في انت الدوابان والطعم الروعة خلاص كده بعد ما حطيت شوية من الطماطم والبصل على الفراخ هبدأ بقى نزل الرز اللي احنا باهرناه ايه بدبس الرمان والتوابل والفلفل الاسمر والكركم والكاري كمان الكبيبة الصيني بتدي طعم هايل عايزة تضيشي مرأ الدجاج على الفراخ عايزة اقولك براحتك خالص لو انت بتحبيها في الاكل معايا هنا شربة وممكن تستخدمي مية بزبط الملح بزود شوية كمان على الشربة فلفل الاسمر ولو انت هتستخدمي المية دي في نفس التوابل بحط نص معلقة كبيرة من الكركم عشان تخلي لون الرز بتاعي دهبي دهبي وكمان الخضار بتاعي هتشرب من الكركم ده وهتشرب من التوابل اللي احنا حطناها للرز كلها اذا اقولك هنا معلومة مهمة جدا خلي قعد الرز في الوقت ده نفس قعد الرز المحشي فاهميني لو انت بتعملي محشي بيكون كده اول سطر بس اللي باين فانت برضو خلي الرز يكون باصص من المية مش غرقان في المية حطيت هنا معلقتين من الزيت غطي الحلة وارفعها على النار نار عالية كأنك بتسوي رز عادي نار عالية اول ما يتشرب الرز وهدي عليه النار واسيبيه مع نفسه لحد ما يستوي انا من الناس اللي بعرف الرز استوى من غير ما ادوقه خدت بقى الحلة بتاعتي وقلبتها كده في الصينية شايفين المقلوبة؟ هاي لا طبعا المقلوبة اكلات من الاكلات الدول العربية زي فلسطين والسعودية والعراق كل الدول العربية دي اكلاتهم تحفظ اتمنى اتجربوا الوصفة وتعجبكم بالهنا اشوفكم الفيديو الجاي على خير باي باي